مشروع جديد هيغير شكل مصر ولو تنفذ صح انسى حاجة اسمها القروض وده مش كلام الحكومة ده كلام الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يعني واحد دايس عالم البزنس بقاله سنين ده يخليك تسأل ايه المشروع ده وتصرحات خلف الحبتور وراها ايه وايه اللي قاله لما قعد مع مسؤولين كبار في البلد خلكم معنا فيه الفيديو ده وانا هقول لكم كل التفاصيل الملياردير الإماراتي خلف الحبتور شايف ان مصر قطعت شوت كبير قوي في تطوير البنية التحتية وشبكة النقل جوه مصر ده ظهر للكل من خلال انشاء وسائل نقل زي القطار الكهربائي والمونوريل طبعا ده يعتبر عامل اساسي لجذب الاستثمار في كل مصر ده غير مشروعات قومية وخاصة المشروعات الزراعية زي التوسع في زراعة الامح ده بيأكد تفوق مصر على دول اوروبا في بعض المجالات بس كل ده في كفة والمشروع اللي كشف تفاصيله في كفة تانية خالص الحبطور قال ان عنده مشروع في صلاح سالم لو تنفي الصح هيحوله لجنة الدنيا على الارض ساعتها مصر مش هتحتاج كروض وتسدد اللي عليها كمان الجريبة بقى انه سبق وقعد مع مسؤولين كبار وعرض عليهم افكار ومشاريع بمليارات الدولارات بس لغاية دلوقتي ما وصلوش اي رد وقال ان احتمال يكون عندهم اولويات مختلفة ده كمان سبق ودخل في مزادات وخرج منها بسبب تعييد الاجراءات ورغم المشاريع الضخمة مصر نقصها كم حاجة مهمة لجذب الاستثمارات طرق دعاية مبتكرة لجذب المستثمرين وكمان الاستعانة باصحاب الخبرات لاصلاح سوق الاعمال مش الاكاديميين ده غير كمان ضرورة اتخاذ القرار بسرعة وتسدد انشاء المشاريع والاجراءات والاوراق المطلوبة وده اللي الامارات نجحت فيه لان هناك الدعم مش فلوس لكن الكل بيكون شغال علشان تشتغل وانت مرتاح يعني لو قبلتك اي مشكلة واتصلت بالبلدية مثلا فورا تلاقي رئيس البلدية عندك علشان يحل مشكلتك في ثواني وده برضو اللي بيحصل مع الشرطة كمان طريقة الاستقبال للمستثمرين مهمة جدا لازم انها تجيب الناس ويتفرجهم على المشروعات اللي اتعملت ويشوفوا الفرص اللي ممكن يدخلوا فيها الحكاية مش في الاستثمارات بس الحبتور في الفترة الاخيرة اتكلم عن اصدار عملة موحدة بين دول الخليج ومصر والاردن زي اوروبا اللي اصدرت اليورو لان مش معقول نفضل مربوطين بالدولار واقتصاد امريكا اللي بيعاني من مشاكل كتير الفكرة ان في رجال اعمال تواصلوا معاه وكانوا مؤيدين جدا للفكرة دي بس طبعا قلقانين من فشلها لكن الحبتور قال احنا لازم نبدأ وبعد كده كل حاجة هتتحل مع كل التصرحات دي طبيعي تبدأ تسأل نفسك مين خلف الحبتور اصلا الحبتور بدأ حياته موظف في شركة انشاءات اماراتية محلية مع الوا تأسس شركته الخاصة وبدأ شغله يكبر لغاية مأسس مجموعة الحبتور مجموعة اقتصادية ضخمة شغالة في العقارات والضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر المجموعة عندها 14 فندق في عدة دول سبعة منها في دولة الامارات وسبعة في الخارج في دول النمسا والمملكة المتحدة ولبنان والولايات المتحدة والمجر حاليا المجموعة شغالة لانشاء مشروع ضخم اسمه الحبتور سيتي اللي هيكون فيه اطول مبنى سكني في العالم كله المدهش بقى ان الملياردير الاماراتي سبق وتكلم عن رغبته في انشاء مجمع جوه مصر زي الحبتور سيتي كده علشان يضم فنادق وابراج سكنية وتجارية وملاعب وده باستثمارات 8.5 مليار دولار فهل تفتكروا ده ممكن يحصل ونشوف مشروع حبتور سيتي في الامارات موجود هنا في مصر؟ موسيقى 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 موسيقى